كالمستنقعات الآسنة أصبحت مياه شط العرب في محافظة البصرة جفافاً في بعض المناطق ونسبة ملوحة مرتفعة في أخرى والمحصلة تدمير متواصل لصور الحياة النباتية والحيوانية في المنطقة وأضرار متزايدة بصحة المواطنين هناك نهيك عن محاربتهم في أرزاقهم المرتبطة بالزراعة وتربية الماشية والصيد دمرنا دمر الأرض يصير مالحة الشجر كله مات بالنسبة للتمر الثاني سنة كاملة التمر ينتهي يصير صغار وينتهي يصير حشب أول حمل هل تشوف الحمل لا طماطع تعيش لا بامين تعيش هاي الشجر شوفها كلها قدامك صورها وشوفها حكومة العباد كعادتها غائبة عن الأزمة وتأثيراتها السلبية على المواطنين غياب فسره البعض بالتواطئ مع حليفها الإيراني المتسبب في الأزمة لا سيما بعد تحويل السلطات الإيرانية لمجرى نهر الكارون ليصب في نهر آخر داخل الأراضي الإيرانية بدلا مما صبه الطبيعي في شط العرب فضلا عن مياه البزل التي تلقيها إيران في شط العرب ما يزيد من نسب الملوحة في المياه بصورة متزايدة بعض الجهات ذات الاقتصاص تقول أن هناك مياه بزل تلقى في شط العرب نتيجة هذا الارتفاع طبعا أصبح شط العرب غير صالح للاستهلاك البشري وكذلك غير صالح للاستهلاك الحيواني والاستهلاك الزراعي وأمام التواطئ والإهمال الحكومي من جهة والسياسات الإيرانية المدمرة لمقدرات العراق يبقى العراقيون في انتظار أن تجود عليهم الأقدار بحكومة تضع مصلحة الوطن أولوية قبل مصالح حلفائها في طهران انتظار ربما يطول في ظل واقع سياسي تتم فيه عمليات إعادة التدوير لكتل وزعامات سياسية فاسدة تسعى لمواصلة السيطرة على حاضر العراق ومستقبله تسعى المملكة تسعى المملكة تسعى المملكة تسعى المملكة المترجم للقناة